موسيقى برحب فيكن أعزائي المشاهدين بحلقة جديدة من قضايا ما هو سبب ارتفاع معدلات حوادث السير في لبنان كل يوم نسمع بوقوع أكثر من حادث وسقوط قتلى وجرحة ولا أحد يعرف الأسباب هل هي السرعة أم التهور في القيادة أو جهل في تطبيق قانون السير أم وضع الطرقات المتردد أو توتر أعصاب الناس طبعا بسبب الحالة الاقتصادية والسياسية وهل نحتاج إلى تفكير كبير لنطبق خطط السير الموجودة في الدول الراقية والتي تحد من الحوادث وتنظم السير على الطرقات ما رح طول عليكم هل أسئلة وغيرها رح أطرحها على سيد جودا كاش نائب رئيس سيازة الدولية أهلا وسهلا فيك أهلا أستاذ نبي السؤال الأول اللي هاك بيتبدأ للزهن شو ساب ارتفاع حوادث السير في لبنان يعني بطبيعة الحال حضرتك أشرت كتير أسباب وأنا بدي أضيف شغلة كتير مهمة اليوم هي التلهي أو الاستعمال الهاتف أو المسجينج أو الرسائل الصغيرة أو اليوم هالأبليكيشنز الموجودة اليوم صارت تقريبا للأسف عالميا وفي لبنان عم تتطبق صار ممكن يكون بمصاف الأسباب الأولى صارت للحوادث أنه اليوم هالتلهي مقرون مع السرعة مع وضع الطرقات مع التأس مع غيره مع التهور عم بيؤدي لحوادث كهرسية أن اليوم التلهي وخاصة استعمال الهاتف عند القيادة صار من الأسباب الأولى للحوادث المميطة على طرقات لبنان وطرقات العالم عندكم شيء أحصائيات أستاذ جوهيك عن حوادث سير هالسنة يعني وقت اللي بنحكي ارتفاع الحوادث يعني عن أي رقم عم نحكيه من أول سنة لليوم يعني مبدئيا تقريبا في عنا أشكالية أول شيء في لبنان ما في عنا مركز أحصائي مركزي هذه هي الشغلة المهمة اليوم تلقل بمصاف كل الدول العالمية بيكون في عنا مرجعية للأحصائيات وبتقسم أنواع الحوادث بحسب الرجال ونساء بحسب المناطق وغيره اليوم الرقم الرسمي الوحيد يطلع عن قوى الأمن الداخلي نعم لأنه تتبلغ المستشفية بتبلغها بوقوع قتل ليس بس هيك لأن حوادث المهمية هي تتكون تحت متابعة من قبل قوى الأمنية دائما بيجي خبير نيابي عامي وبيكون في عنا تواجد لقوى الأمنية ولكن للأسف في بعض المعايير اللي هي ما عم بتتم الأخص فيها أن اليوم مثلا قواد بيكون في عنا حادث نعرف القتيل اللي بيصير عند الحادث أو يمكن كحد أقصى أسبوع ينفتح الملف أو غيره إذا كان في عنا جروح بالغة وبعدين إذا بيصير في عنا حالة وفات مش عطول عم نكون أكيدين أنه عم بتم تسجيلها اليوم في لبنان حسب إحصاءات اليازة وحسب الإحصاءات المتداولة في عنا أكتر من 500 قتيل لتاريخ آخر شهر تشرين الثاني 2018 وحوالى الخمس تلاف شريح خمس تلاف شريح؟ نعم رقم كتير كبير ومش بس هيك يعني اليوم في عنا أشهر ضربة أرقام إياسية مثل شهر آب كلنا عرفنا وشهدنا الحوالة السلسارة تقريبا كان فيه حوالة 52 قتيل يعني كان في عنا معدل ما يقارب القتيلين في اليوم كنا عم نسمع كتير أرقام كبيرة بآب بأيلول كمان ولكن للأسف يعني من بعد قدون السلسارة اللي طلع عام 2012 وتم تعديله بالـ 14 والـ 16 لحظنا شوي التدني وكنا تأملنا خيرا ولكن اليوم فيه قرار كتير كبير مفهودي التاخد على مستوى الدولي قرار سياسي كبير ليكون فيه أولوية وإعادة جدولة أولوية حياة الإنسان ويصير عليه أهمية باللبنان للأسف اليوم رقم هالأرقام الكبيرة والقصص المناظر اللي عم نشوفها والأمور كلها عم بتصير فيه عنا نوع من غض نظر أو نوع من تطبيق صارم لقانون السلسارة عم نلاحظ فيه عنا أرقام يومية لمخالفات السرعة بيطلع عن قوة الأمن الداخلي بالألاف طب هيدا شغلي ما بتعني ما بتصلي الضوء عن موضوع وبنلاقي أنه التطبيق اللي عم بيكون استنسابي وعم بيكون على بعض الأمور ولكن مش على كل الأمور اللي هي تم التركيز عليها وخاصة بموضوع قانون السلسارة جديدة أنا هون كم بدي أسألك المشكلة بالتطبيق أنه البعض بعض الناس استبشروا خير وقت لأنه بنعمل قانون السلسارة جديدة إنما للصراحة أنه بتلاقي أنه الحوادث بعدها وعم بتزيد شوء معقول للأنون أنه ما تطبق مزبوط أو فيه صغرات بالأنون لا أكيد ما فيه صغرات بالأنون بالمبدأ لأنه هذا أنون جيد جدا أنه نحن كنا لنا الفخر أنه كنا من الجامعيات الأهرية اللي وضعت الأنون هيدا وكنا اشتغلنا عليه أكثر من سبع سنوات ويمكن كان من أول الجامعيات أو أول الأمور اللي بتصير بالعالم العربي أنه طلب من جامعية خاصة أنه تساعد بوضع مسودة الأنون من قبل لجي الأشغال العامة والنقل بوقتها وتقدم هذا الأنون وصدر اليوم المشكلة أكيد العمرة بالتطبيق لأنه اليوم فيه عنا أشكري متما كنا عم نقول فيه بعض الأمور عم بتم تطبيق عليها رادارات السرعة، التوقف المدفوع ولكن اليوم السير بعكس السير عدم احترام إشارات السير الأمور كلها هيدا ما عم بتم ضبطها بطريقة صحيحة وهيدا عم بتقدل لحوادث كتير خطرة عدم غياب للمعاينة الميكانيكية الصحيحة ومش بس اللي عم بتصير اليوم بقلب البلد اليوم فيه عنا معاينة مفروضة تصير على الموانئ أكان البحرية ولا البرية ولا الجوية إذا فيه استيراد للسيارات لأنه السيارة بس تفوت من بره أول سنة وقت بدون يتسجلوها ما بيعملو لها معاينة ومش بس هيك وبعدين ويمكن تكون عاملة حوادث مكسر هيدا هي ما عم بتتم النظر عليها إذا بتجي باخرة فيها 900 سيارة ممكن تشيل يمكن ما يتعدى من بين 20-30 من سيارات سليمة والباقي فيها مشاكل وخاصة إذا عم تجي من دول مثل أمريكا الشمالية أو مثل أوروبا الشمالية تعرف بتخضى على في عنا تلج في عنا رمل عفوا ملحة ملحة على الطريق في عنا أوقات بيكونوا مغمورين بالمياه في عنا فيضانات بتصير هالسيارات ظاهرية بتباين كتير منيحة ولكن في اهتراق بهيكلية تبلاح شو السبب عادي ما فيه من المعينة الميكانيكية ما هذا ضمن أنون سارح الموضوع هذا بش أسس الموضوع عم تتطبق ما عم تتطبق هي موجودة بأنون سار هيدا؟ صح 100% أنه تخضى على المعينة ويكون في عنا مراكز معينة موجودة بالمواني يعني فيه ناس بتطبيق 100% حتى اليوم يعني في عنا الهيئة للأنون السار يعني هيئة السار وغيرها ما عم يتم اليوم اجتماعها واجتماعية مرة وهيدي مفروض تكون مجلس أعلى للسار هو برئاسة دولة رئيس مجلس الحكومة وعضوية الوزراء المعنيين هنا وزير الداخلية وزير الصحة وزير التربية وغيره وزير الأشغال العامة والنقل يعني هاو دي ما بعد عم بيكون في عنا كتير تفعيل لهالدور هيدا منطالب أنه يكون في عنا تفعيل ومنطالب برجع بقول لإعادة جدولة أهمية حياة الإنسان باللبنان وخاصة على موضوع السار مسؤولية مين هايدا يعني مين لازم يعمل لأي وزارات ما عم نحكي هذا لأنه المجلس الأعلى هو برئاسة رئيس الحكومة يكون في عنده سلطة على كل لأنه بالزمنات استاذ نبيل كان يكون فيه دايما تقاضف مسؤولية يعني يقول لك وزير الأشغال وزير الداخلية وزير الداخلية يقول لك وزير الطاقة وزير الطاقة يقول لك وزير الصحة اليوم هالمجلس لأنه برئاسة رئيس الحكومة وعضوية هالوزراء المعنيين فيه مسؤولية عامة للكل وما وقف فيه التقاضف يعني إذا فيه تقصير تقصير للمجلس كله سوا صح لما فيه كل المزارجية في غياب اليوم هذا المجلس مفروض يجتمع ويطلع استراتيجية على مستوى الوطن لحركة ولسلامة المرورية ويتم عمل بأساسها على عدة قطاعات اليوم في عنا شرطة البلدية بمعظم المطارح مشان ما نكون عم نجمول معهم بتقوم بدورة بتطبيق أنونسار اليوم الشرطة البلدية إلى دورة تير كبير الشرطة الكوى الأمن الداخلي مشكورين عم يعملوا جهد ولكن اليوم كمان في عنا نقص بهالأمور هيدا الشرطة البلدية داخل بقصة تطبيق أنونسار يعني إذا الشيخ حضر عم بيحكي على التليفون قادر يعمل محضر ضبط مية بالمية وقدر يأمن المدارس ما دخلها قادر يأمن العالم على المشاة قادر يأمن توقف التاني قادر يأمن عكس الساري يعني اليوم عكس الساري هو البصار عم سوق الطريقة الجنونية كمان البصارت كل هالأمور هيدا بدنا خطة نقل عامة صارت كذا مرة مبعوض خطة نقل ما عم بيتاخد فيها استراتيجية عامة للسلام المرورية ما عم بيتم وضعها لا ما عم بيتاخد فيها شو السبب؟ يعني بعتقد أنه اليوم موضوع مثلا زي ما نحكي عن نقل وحضرتك أشهر على البصارت بعرف أنه اليوم للبلد في عنا مناطق في عنا بصارت في عنا أشخاص وضعين اليد على هالموضوع هيدا في عنا مافيات ما عم تخلي يكون في عنا البلديات عم بتأثر لأنه هنا دور كتير مهمة البلدية بالفرض الشروط السلامة العامة ووضع مواقف ضمن نطاع عمل البلد مواقف البسات تجهيز البسات طريقة استعمالها العالم عم تطلع تنزل فيها جهوزيتها كل هالأمور هيدا مطالبة بالفحص الفني هالأمور كلها هالبلدية قادرت أعملها وتحوط وتستر محاضر ضبط لأنه اليوم كلهم موجودين صحيح أنه عم بيمشوا على طرقات ساحلية وطرقات عامة ولكن اليوم هني كلهم بينطلقوا من بلدات ومن من مناطق بمواقف عامة اليوم إلى دور كتير كبير بتطبيق أنون كوالأمر الداخلي كمان تطبيق أنون على البسات وغيرها والسيارات اليوم في عنا طريقة قيادة رهيبة نرجعنا عم نلحظ عم موضوع طريقة الحصول عدفة القيادة اليوم طريقة حصول عدفة القيادة عم نرجع نشهد وساطة عم نرجع نشهد عالم عم تقضى فيت البلد فعص عم نرجع نشهد أمول اللي كنا محطينيها ورانا بلد بمرحلة معينة انضبطت ولكن اليوم رجعنا لأنه ما في عنا صرامة بتطبيق الأنور عم نرجع نشهد أنه في أمور تراخي الخلفية والتراخي وعم نرجع هيدا أصلا اليوم أستاذ نبيل نتيجة اللي عم نحصدها هي نتيجة هالسنين السابقة اللي نعطى فيها دفاتر السوق بالطريقة مش مزبوطة يعني اليوم تولمون أغانية في لبنان عنا أعلى نسبة نجاح بأي فحص سوق بعيدوا الفحص مرة ومرتان اللي بلبنان ما حدا بيسقط بسير قليل نسبة السقوط وهيدا اللي احنا اليوم هالعالم اللي أخدت من خمس سنين من عشر سنين هن هالشباب موجود اليوم على الطرقات ياللي عم بيكون عم بيعملوا حوادث وعم بيكون طريقة خيادته المنة صحيحة وعم بيعملوا حوادث مميتي أستاذ جوع هلأ عالصيري هيدا يعني الحوادث أوقات الأهمال عم بيتسبب فيها بسأنا هلأ جيت من عمشيت توصلت عضبية برق ماي والدني عم تشتى وما بتقشى قدامك وما في ضاو ضاوية عكل الطرقات هيدا الجانب الموضوع كمان يعني هيدا مشكلة هيدا يعني أستاذ نبيل بنرجع من قول اليوم هيدا الطريق بدأت تبني المسؤولية بيدي بتقلك هيدا مش نطاقي هيدا نطاق وزارة الأشغال وزارة الأشغال بتقلك هيدا نطاق بلدي عم نرجع اليوم على تقاظف المسؤوليات بطريقة مين بده يضو الطريق وعلى كلفة مين للأسف يعني اليوم عم تطلع على كلفة مواطن عم تطلع على كلفة حياة إنسان لأنه في عنا شريعة على كلفة مادية معينة اليوم مفروض أنه الإنارة تكون هذا واجب مما كان يكون المسؤول الطريق لازم تكون مضوية بارك الماء ما لازم تكون موجودة بنوعا ما لازم يكون في عنا صيانة دورية للطرقات المصافي المجاري الماء ممكن يجي مرة بالعشر سنين أنه تطوف الدنيا هونيك منلاحظ مشاهد أنه عام الدنيا وقف الماء وقف السير لأنه جماعة دولتهم ما عندهم هني تقسهم هاك اليوم نحنا تقس لبنان شبه معروف أنه تقريبا من أول شهر أيلول مفروض يبلش تنظيف المجاري ومتابعة الأمور العلاقة بالطرقات الإنارة ما مفروض بقى اليوم نشهد يعني عم بتم وضع إنارة على الطاقة الشمسية عم بتم استعمال طريق الضوية حتى الرفلكترز فيها نحط هالكات آي هالكات آي هالكي نحطه على الطريق عاكسات الضو يلي ممكن بلا ما يكون في عنا ضو مجرد ضو سيارتك يضرب عليهم صحيح وبشاهزو لك الطريق بتلاحظ أنه اليوم أنت بتضوية مثل مطار قدامك ممكن تشهد نحنا اليوم رحنا كذا مرة بالبر بين لبنان وسوريا والأردن ومعظم الدول ما بدول لأنه اليوم ما بتعرف في أي دولة بتحمل كلفة الإنارة بس بجهزو وطرقاتهم بمواصفات دولية أنه أنت أزم دو مية بالمية بس تدو دو سيارتك العالي وماشي على خط سريع بتلاقي الطريق منجهزة قدامك هو فيه قانون السير وفيه أخلاق السير يعني مية بالمية ما تحدث ولا حرج عن موضوع في عندي أحد الأصدقاء بأستراليا مسؤولين هني بموظف بالدولة الأسترالية عم بيقرع على التليفزيون شايف كل يوم ألف ما يقارب ألف ضابط سير بسرعة رادار بس قال لي قداش الضابط قلت له تري بمشي مية ألف قال لي تاب الدولة لا شو عم بتنق إذا منضبط السير كل يوم ألف ضابط ضرب مية ألف ده بيعملوا هادي الرقم يعني ألف ألف ضرب ضرب هادي وضربهم بالشهر من مصريات هببوطة اللي هني بملايين الدولارات بيصيروا عم مدار السنة فيها تحطون الدولة على تأهيل الطرق ها رجعنا لموضوع كمان اليوم محاضر الضبط وهذا كان فيه إشكالية وقتا كنا عم نشتغل عنون السير بمين بدأ تروح مرجعية المساري وهذا لازم يتخذ منها اسمي كبير كل دول العالم بتعملها الطريقة لسيانة الطرق وإنارتها وغيرها اليوم مش بس هيك يعني اليوم حتى هالأمور هاي دي ما عم نلاحظ انه ما عم بتتم الردع لانه اليوم كمان كان عم بيكون فيه تأخير بتحصيل الغرامة يعني اليوم انت بعمل لك محضر ضابط سرعة صار هلأ يصال عندك رسالة نصية من قبل مرجعيات معينة وانت عليك هلأ عم بتحصل بس مين عم يدفع وإذا عم تدفع انت عم بتروح اليوم اليوم ما بعرف إذا شي مر حدا نسألك عن دفتر السواء اليوم أنا بقدر أعطيك مثل أنا من قبل ببلاد برة فيه شخص كان عم يتعلم بكندا طب صيدلي وراح على أمريكا هو رايح الأوتوستراد على الطريق السريع تخطى السرعة منتبه هو راجع وسرع مدخل على كندا شاطو دفتر السواء سقط سنته الجامعية لأنه ما في يعمل شي بلا دفتر قيادة يسأل عليه ويطالب فيه اليوم في لبنان ما عنا هالمطالبة يعني ما منلاحظ أنه اليوم في كتير أهمية لدفتر القيادة واليوم مفروض يكون صار عندك سجل مروري يعني اليوم حتى شركات التأمين والأشخاص تربطي تعطيك تأمين تبعك بيز على دفترك وعلى أنت شو وفي عندك مبدأ النقاط هذا البعد ما صار لأننا عم نحكي بتطبيق أنون السير يعني اليوم محضر المروري محضر سجل للسير النقاط نزام النقاط كل هالأمور هذي بعدين تدوسها لدرجة أنه يسحبوا منك الرخصة الأمور كلها هذي معهم بتسيط تخلي أنه تردع وتلاقي المواطن عنده أهمية لهالإجازة السوق اللي هي الامتياز اللي عم يحصل عليه طب أنت وقت بتراجعوا لما صاروا شو بيقولوا لكم خير فيه أمور بدأ يعني أكيد في عنا اليوم أمور مكتبية في عنا اليوم لازم يكون فيه أمور هذي العليقة وسيطلع عينون بكونوا عنا مراسيم تطبيقية بعد ما صدرت لأنه بقولوا أنه ما عندهم جهوزية ما عندهم مكننة معينة ما عندنا عديد وعتاد في عنا نقص هالأمور كلها هذي اللي احنا بنخذها بطبيعة الحال ما بدنا ما ما نقول عم نخفى السر أنه نحن كمان على وضعنا اليوم في عنا أشخاص يعني في عنا مراجع مرجعيات مفروض تأخذ قرار أنه اليوم ما تغطي حدا اليوم في عالم عم بيكون في عنا تغطيات بصير في حادث بيسبب لضرر بفوت الشخص بيطلع من تاني باب اليوم مفروض يكون فيه قرار سياسي وطني كل المرجعيات بتقول نحنا بدنا نخفض عدد حوادث السر وبدنا نرحم العالمة مضعترات هاديك المرة حضرت أحد المحللين النفسيين إخصائي العالم النفس بيقول أنه في كتير من نسبة حوادث السر هي سبب التعصيب من الأوضاع الرهنة مظبوط هادي ما في شك أنه اليوم الوضع أنه عم بيطلع سيارته مكرز عم بيفيش خلقه بدا عصة البنزين بس عم بينتحر عم بيقتل حوال اليوم ما في شك أنه أكيد الأبحاث بتدل أنه وضعك النفسي قلو أنها أكسيت على طريق قيدتك اليوم إنسان في لبنان عمده هموم اقتصادية عنده هموم صحية عنده أمراض ما نقول شغلة مش بس نفسية طبية اليوم نحنا ولا حدا اللي بيطلع على الدول اللي بياخده كل دول عالم في أدوية سعلة أدوية حساسية بيحطر لك عليها تريانجل وبيقلك يا ممنوع تسوق ممنوع تسوق أو ما تاخد مكانات كبيرة الارج بيهيكلز اليوم عم مفي مرجعية لقلب لبنان أشخاص عم بتكون كمان في عنا من الكحول في عنا المخدرات يضاف لأنه الهموم الاقتصادية والاجتماعية عم بتقدل لأنه الشخص مش مركز على الطريق ما نلاحظ استاذ جوء أنه في كتير من المغتربين والسياح بيجوا على لبنان وبس عم بيشوفوا الاسواقة ما عم بيسترجوا يستقجوا سيارة بقى هاضي شو الحل لقلهم برأيك أكيد اليوم بطبيعة الحال هن موجودين بدولة ما عندهم هالمشاكل أول شي في عندهم وسائل نقل في عندهم قطارات في عندهم مترو ما بيستعملوا سياراتهم كثير هون عم بيشوفوا البنان عم بيلاقوا أنه ما في إلا يتنقلوا بسياراتهم عم بيلاقوا المخاطر الموجودة على الطرقات الأحصاءات طريقة القيادة عدم وجود إنارة كل الأمور هيدا عم تخليون أنه يتجنب وأنه يسوقوا بإحدى الأشياء اللي هو للسرعة بالعالم أنه بيحطوا لك على الطرقات إحزار من وجود رادار قبل ما توصل على الرادار لأنه غايتهم هونيك المحافظة على السلامة مش أنه يطلعوا مليار ليرة بالنهار ضريبة من الرادار بقى هوني بلبنان ما ملاقي حالنا غير علقنا بالرادار بينما بره بياخدوه معظم الأماكن يعني ما بيتصيدوك بالرادار ما منو للصيد هو هو بيحذروك لأنه الغاية أنه ما تعمل حد السر الغاية أنك تخاف وتعرف أنه في رادار راح يرقبك وتخفر سرعتك في بعض الطرقات بلبنان سريعة مثل زي بتلاقي على طريق طريق البقاع أو طريق الشمال في بعض المناطق يحطوا أنه هادي الطريق مراكبة برادار بس هي أنه شو بدأ تتنكتب على كل الطرقات يعني أنه ما بدأ كتير ما بدأ جهد حفوان أوقات هنة بيستعملوا عنصر المفاجأة المضطر لأنه بعدنا عم نحكي اليوم أنه في عنا ثلاث أقصام من البشر في ناس هنة بنفسيتهم بدون يطبقوا القنون ويكونوا تحت القنون في ناس بدك تردعهم تقدر تلزمهم بالقنون في ناس لو شو ما عملت هنة الهدف هو مش الغرام بحد ذاتها الهدف هو ردع المواطن صحيح اليوم في بعض الأماكن تم وضع إشارات لرادار وفي بعض الأماكن نحنا عم نستعمل في لبنان رادارات نقالة يعني لتاريخ اليوم ما قدرنا بعد يكون في عنا رادارات سابتة هيدا الإشارات تنوضع بأماكن بيكون فيها رادارات سابتة طيب لم ما بيجبوها إذا عم بيطلعوا إذا عم بيطلعوا بالنهار يعني إذا ضربنا الألف ضبط بمئة ألف يعني عم بيطلعوا مليار ليرة يومية تبليم 30 مليار بالشهر يعني هيدا قل لك شهري مجرع مقل لك أنه عوائد وين بتروح عوائد الغرامات بتروح كلها مش للسير ما بتروح كلها لتستاهلوا الطرقات في عنا بعض الأمور التانية بتروح لقلها العائدات أول شهري تاني شيء في عنا مواصفات يعني للأسف بلبنان عم بتم يعني عم نستورد رادارات منروح مثلا مننتكر على دول بتاعتينها إعانات أو بتاعتينها قروض ببعا طولنا رادارات صارت تقريبا برات الاستعمال أو صارت قديمة يعني اليوم نعرف التكنولوجيا أده عم تتقدم أده عم تتطور صاروا بيعرفوا السيارة أبو أن تصل بمئتين متر بطريقة سريعة نحن بنجي بكون هالدول عم بيحدثوا عندهم ببعا طولنا الرادارات بتقوم مش دم مواصفات يعني كذا مرة تم جلب رادارات ثابتة ولكن كان عندنا إشكالية بنوعية النمرة اليوم عم نلاحظ أن النمرة صارت دم المواصفات عالمية صارت بلغة وحدة بحرف اللاتينة موجودة بإياس ممكن رؤيتها من الرادار وأخدها بطريقة صحيحة قديما كان الحرف كتير صغير مو منخب السرعة لأنه ما كانت عم تطلع بطريقة صحيحة اليوم هيدا شغلة خطوة كتير مهمة ولكن بدنا نشوف لأين بدنا توصل وقدر حصير التلبيق طبعا الرادارات المفروض كان في رادارات ثابتة ومشبكة بشبكة على مستوى الوطن بتصير أنت إذا عملت مخالفة بعمشيت أو عملت مخالفة ببيروت أو عملت مخالفة بالشمال مربوط هذا السيستام وبيقدر يعرفوا بلحظتها أنه أنت عم بتكرر المخالفة اليوم هيدا الشخص اللي بدو يسرع عم بنلقط الرادار عمير ردع عم يجي بيكون بيجي من الشمال لأقصى الجنوب بيكون ماشي بسرعة جنونية إذا زمت بيكون زمت بس ما بيكون ردع تتوقفوا هون وهون وهون تيجي كذا محضر ضبط تيتبلغ بيكون هالشخص يا لسا محلة توفى يا هجر يا بعد من ردع ومشن هيك اليوم ربط أنظمة وجود اليوم غرفة التحكم روش على كتير مهمة ولكن ما عم بتغطي جغرافيا إلا بيروت إدارية اليوم بعد في عنا تتنقص بكتير من الأمور لأنك أنت بنعمل برجع بإلك لخطة استراتيجية للسليم المرورية على مستوى الوطن تنربط على الشبكات ببعضها يكون في عنا رداريت سابتة بمناطق معينة بالنقاط السود معالجة النقاط السود اللي عم بتكرر فيها الحادث عندي خطورة أستاذ نبيل الحادث بيتكرر عشرات المرات بنقطة ما حدا بيخد عليها أكشن ما حدا بيخد عليها ما حدا بيعمل أي توجه على النقطة صحيح شو بيعملوا بدول تاني وقت تصير هيك بغري اسمها بلاك بوينت بس تتحددوا هاي نقطة السوداء بدوا يكون في عنا مرجعية بدوا يجوا مهنسين بدوا يجي قوى الأمن بدوا يجي أشخاص متخصصين بدوا يشوفوا هالنقطة مش بس بمركزها بانرجع لورا وين الهدف في خلل في خلل إنشاء بالطريق في نوعية الزفة عاطل في قلة نور في عنا يمكن إن انبهار ضوئي عم تسائب يمكن عم اخرج نفق عم ادخل نفق في عنا مشكلة بأي شيء عم يسير هالأمور هاي دي كلها بتتاخذ بها عن انتبار بتم دراسة هالنقطة السوداء وبتاخذ بي حقه طريق التصرف وحط قطة عمل من نفذها ومنجارب إنه ننهي هالخطة هاي ومنتكرار حوادث موجودة فيها طيب إذا كان السؤال الدولي صعب أنتو بليازة لما بتحاولوا أستاذ جو تعملوا مثل دعايات هايك مهضومة على التلفزيون ومجانية بأدموع التلفزيون توعي الناس على إشارات المرور يعني مثلا أنا كل يوم بنزل ع بيروت بتلاقي الناس زيح طويل مش لازم تتجاوزوا إلا غير ما تحط إشارة وبمحلات معينة بتلاقي الناس ماشي عليه بتلاقي يعني حطين لزيحك الناس بدل ما تمشي بين الزيحان مثل ما هو بره بره إذا مشي على الزيح بيأكل ضبط هون بدل ما يمشوا بين الزيحان بيمشوا الزيح بالنص بيصير بنص السيارة والسيارة هاديك هاك وهاك طيب لا شو بيزايحوا بطرقات إذا ما بدون يحترموا مية بالمية مهم حضرتك جوابت نحن أستاذ نبيل صارنا تقريبا نحن نحكي تحت حوالي ربع أرن أساس اليازة وما في أي تأثير من ناحية التوعي أكيد في عنا وموضات كتير وفي عنا ملايين من المناشير واليوم تواجدنا على السوشيال ميديا اللي هي اليوم صارت من أهم الأدوات لنشر المعلومات اليوم اليازة تتمتع ب يعني بوسط عالمي من ناحية التصنيف تبعها على وجودها بالمجتمع لا أنا بسيس جوت أسير مش منكم لا سمح الله لا بلا مش عقولت أسير لا توعيت لا توعيت الناس يعني نحنا كمجتمع مدني عم نعطي دورنا ولكن اليوم لحالة رسالة ما بتكفي اليوم أول شي حاضرتك بعدنا عم نحكي طريقة حصول عدفة القيادة مفروض يعني يتم امتحان الشخص ويعرف هالأمور العلاقة بالإشارات أكيد إشارات على الزفة أو إشارات ضوئية أو إشارات الحديدية لازم يعرفها ولازم يلتزم فيها مشان هيك اليوم أكيد المجتمع مدني لحاله عنده دور يقدر ينشر التوعية بكل الوسائل بالمدارس بالأجيال الجديدة بإعطاء بس بدك ثقافة مرورية بده وقت عم نجال بكنا نبني نحن من 20 سنة وأكتر اليوم بدأ تفوت بالمنهج التربوي لأنك أنت اليوم تحضر الأجيال وتفوت هي مواد ضمن المنهج مثل كل دول متطورة اليوم وسائل الإعلام صحيح لدور كتير كبير بنشر وسائل التوعية هايدي والومادات بطريقة مجانية وتنوضع بأوقات بيك تايم ما بدنا نحطها ساعة واحدة بعد نص ليل أو نحطها بوقت كتير بكير أو بوقت بأخر تقطع لأماكن كتير مهمة يكونوا فيها الأطفال والشباب عم بيحضروا عم بيشوفوا هالموضوع عيدا يضاف لتطبيق الإنون بدنا نرجع اللي يكون في عنا يد لوحدة ما بتزقف في توعية في نشر للتوعية ولكن في تطبيق الإنون الكلمة الأخيرة أستاذ جول بتحب تقولها هيك للصائقين وبالأخص الشباب المتهورين اللي يمكن إذا ما بدهم يفكروا بحالهم يفكروا بدمعة أمهم أو دمعة بيهم أو دمعة إخوتهم شو الكلمة اللي بتقول أنا بالأخير بدي أقول لهم بتتواجه لكل اللبنانية وخاصة الشباب لأنهم بدي أقول ذكر أنه هن النسبة الأعلى أنه اليوم القاتل الأول للشباب من عمر سبعة عشر لعمر تقريبا ثلاثين سنة أو سبعة عشرين سنة القاتل الأول هو حوادس السير لألون اليوم بدألون وهيدا هيدا هالعينية هيدا 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 من الأشخاص اليوم اللي أكتر شي عم يكون في عندها تلهة وعمدت توجه لهم أنه ننتبه الحمو أهلكون ما في شي بيستاهل في كله بينطر وخاصة استعمال موبايل يعني اليوم استعمال السلولير هالأبليكيشن وانطر لمحل ما نوصل نسوق على مهلنا نوعا وننتبه هون بتوجه مثلا للصبايا اللي هنعم يطلعوا مع شباب أنه يواجهون بطريقة استعمال حزام الأمان أدمى فينا نقل الموضوع التلهي نخفف سرعتنا ونسوق بتروي ونسوق عنا وعن غيرنا نحنا عنا شعار هو القيادة الدفاعية اليوم في لبنان لازم نحنا نسوق بطريقة دفاعية ونتجنب الحادث قد ما فينا لو شو ما صار بعدين بيكون الحادث خفيف نحنا بنشكرك استيس جو يعطيكم العافية نحنا بنعرف أنه اليازة عم تشتغلوا أنتو مجتمع مدني بالآخر كلكم متطوعين يعطيكم ألف عافية وإن شاء الله عزائي المشاهدين أنه تتوقعوا كلكم عطرقات خاصة مع هالعواصف ومع الشتي لحتى نتجنب الحوادث كلنا سوا ومتل ما قلت بالبداية نتجنب دموع أمهاتنا وبياتنا واخوتنا علينا نتوقف للحظات ومنتابع معكم